بالرغم من مرور ثلاثة أشهر على الانتخابات المغربية ما زال المشهد السياسي ضبابيا ومرشحا للتصاعد في أي لحظة تصريحات وتحركات رئيس الحكومة المغربية المكلف عبدالإله بن كيران تؤكد الوصول إلى طريق مزدود حيث أعلن بن كيران فشل مشاوراته مع حزبي التجمع الوطني للأحرار والحركة الشعبية بشأن تشكيل الحكومة الجديدة وذلك بعد تأكيد الحزبين تشبثهما بالتحالف مع حزبين آخرين للمشاركة في الحكومة وكان حزبات تجمع الوطني للأحرار والحركة الشعبية قد نشرا بيانا مشتركا مع حزبي الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية والاتحاد الدستوري ذكرا فيه تشبث الأحزاب الأربعة بتحالفها من أجل المشاركة معا في الحكومة في الأثناء تسربت أنباء عن مقربين من بن كيران أنه بدأ يعد حزبه من أجل الانتقال إلى موقع المعارضة وذلك لرفضه أن يكون رئيسا سوريا الأزمة الراهنة سببها عدم التوافق على مرشح لرئاسة مجلس النواب حيث ينتظر أن تعقد أول جلسة منذ ثلاثة أشهر في السابع من تشرين الأول فشل إحياء مشاورات تشكيل الحكومة يعود إلى نقطة الصفر لينفتح الأفق السياسي المغربي على عدة احتمالات وإلى أجل غير مسمى خاصة وأن الدستورة المغربية لا ينص على مهلة زمانية معينة لتشكيل الحكومة من الشخص المكلف بذلك لكن يبقى مازق تشكيل الحكومة يؤرق المكلف بتشكيلها الأمر الذي يؤدي إلى تدخل من الملك وتشكيل حكومة اتلاف أو الذهاب إلى انتخابات مبكرة